تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الاهلي فون دول اقامة نتطمن منه على اجواء البعثة هناك كل التحية لك كابتن ايمن وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان جولة جديدة من جولات الدوري المصري وعودة جديدة للنادي الاهلي للأجواء الدوري المصري الممتاز بعد ما طول النادي الاهلي صفحة الملف الافريقي بالصعود إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق الرجاء البيضوي بنتيجة 3-2 بمجموعة اللقائين وخلاص يعني مواجهة النادي الاهلي لفريق وفاق سطيف الدور نصف النهائي يعني أول ما استقل للعاب النادي الاهلي طائرة العودة إلى القائرة طول فريق خلاص نشوة الانتصار ونشوة الفرحة والملف الافريقي بدأنا الاستعداد لمباراة الجيش ان شاء الله أو فريق طلع الجيش اللي يكون فيه الجولة السادسة عشر للدوري المصري الممتاز يعني مستر بيتس موسيماني كان دراحة للعابين كابتن ايمن طبعا لمدة 48 ساعة استقنف تدريباته أول أمس ثم أمس المران الرئيسي وطبعا كان حضور الكابتن محمود الخطيب اللي كان دايما يعني موجود مع لعاب النادي الاهلي في كل وقت يدته يعني الأكبر حافز للعاب النادي الاهلي وكان سعيد طبعا بأداء اللعبين في المباراة الأخيرة أمام الرجاء البيضوي المغربي وجود الكابتن الخطيب أكبر دافع للعابين طبعا في التدريبات الأخيرة مستر بيتس موسيماني طبعا حالة النشوة أفل الملف واتكلم مع اللعب على أهمية مباراة طلاع الجيش خاصة أن فريق طلاع الجيش واحد من الفرق اللي عطلت النادي الاهلي في بطولة الدوري الممتاز المسم الماضي شدد على أهمية هذا اللقاء عدم النظر لموقع فريق اللي طلاع الجيش في جدوى الترتيب طالب اللعبة يعني ضرورة إحراز هدف ومبكر في بداية اللقاء يريح اللقاء إدري أنه يشتغل على نقاط القوة والضعف فريق طلاع الجيش خاصة أن معهم جاس فني محترم بالقايدة الكابتن طارق العشري اللي طبعا متمرس وبيجي دي اللعب أمام النادي الاهلي طبعا شفنا المباراة الأخيرة ما بين الاهلي وطلاع الجيش مران الأخير بالنادي الاهلي طبعا ركز مستر بيتس موسيماني على بعض الجوانب الخططية الخاصة به الشق الهجومي وتنوية المحاور الهجومية للنادي الاهلي أيضا كيفية استغلال الكرات الثبة اللي أعتقد إن شاء الله يكون واحدة من الحلول النهاردة اللي هنشوفها في هذا اللقاء اكتمع مستر بيتس موسيماني مع اللعبين في المحاضرة الفنية واتكلم نهاردة طبعا المحاضرة الفنية كابتن أيمان أنت عارف محاضرة ما قبل المباراة كلم برضو مع اللعبين على أهمية المباراة خلاص أفن صفحة الملف الأفريقي شد بضرورة الفوز على فريق طلاع الجيش في هذا اللقاء طبعا الاستكمال مسيرتنا إن شاء الله في درع في بطولة الدوري الممتاز من أجل عودة الدرع مرة أخرى إلى الجزيرة طبعا من المقرر النهاردة كابتن أيمان يدير طاقم تحكيم مصري لهذا اللقاء بعدما تعذر الحصول على أو استقدام طاقم تحكيم أجنبي من الخمس دوريات الكبرى اللي كان حددها النادي الآلي طبقا لطلبات النادي الآلي النهاردة الكابتن محمود البنة هو من يدير طاقم تحكيم يعني قائد طاقم التحكيم النهاردة هيدير أحداث اللقاء هيعونه يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب والحاكم الرابع صبري إبراهيم اتنين على تقنية الفار أو تقنية الفيديو أحمد الغندور وهاني عبد الفتاح إن شاء الله يا كابتن أيمان كل الظروف مهيئة الأجواء اللي شايفينها من اللعاب النادي الآلي اللعابة كلها مركزة إن شاء الله نحن نكمل مشوارنا في الدوري المصري زي ما كملنا مشوارنا إن شاء الله في البطولة الأفريقية إن شاء الله البطولة 11 تكون من نصيب النادي الآلي ودرع الدوري إن شاء الله يكون من نصيب النادي الآلي من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمان شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح اتمنى من فاروق على كل الأجواء هناك